موعد إخباري جديد أهلا بكم بداية وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى دولة قطر تلبية لدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خص سيد الرئيس باستقبال رسمي ومميز بقصر الديوان الأميري بالدوحة وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني لكل البلدين استعرض السيد رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر تشكيلة من الحرس الأميري أدت لهم التحية الشرفية وبقصر الديوان الأميري دائما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى محادثات موسعة شملت وفدي البلدين ليجري بعدها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات على انفراد تم خلالها استعراض وتقييم العلاقة الثنائية ومستوى التعاون القائم بين البلدين وعقب المحادثة الموسعة والثنائية أشرف السيد رئيس الجمهورية وسمو أمير دولة قطر على مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت المجالات التالية اتفاقية حول إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين ترجمة نانسي قنقر واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين البلدين واتفاقية في مجال التضامن حول التنمية الاجتماعية والأسرة بين البلدين وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون التربوي للأعوام الدراسية لسنة 2022-2025 هذا وقام سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني الذي أدى له زيارة مجاملة وكان رئيس الجمهورية قد حل أمس بالدوحة حيث حظي باستقبال رسميا بمطار الدوحة الدولي خصه به سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ليصافح السيد الرئيس مستقبليه بأرضية المطار مراسم الاستقبال استهلت باستعراض تشكيلة من الحرس الأميري التي أدت لهما التحية الشرفية ليرافق بعدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى مقر إقامته وتندرج الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين ودفع أطر التعاون الثنائي قدما بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة لرؤساء الدول وحكومة منتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الدوحة في موضوع آخر استقبل اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية دافيد تيزانو وهذا في إطار التحضير للطبعة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسطة والتي ستحتضنها وهران شهر جوان المقبل تبعا لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بغابة واد الدوار قرب بلدية بنزيد ضائرة القل بولاية سكيكدا بالنحية العسكرية الخامسة التي أفضت يوم أمس للقضاء على سبعة إرهابيين واسترجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية بمنظار وكمية معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى أصفرت عملية تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم عن التعرف على كل من فار رشيد المدعو عبد الحي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 فركوس عبد الكريم المدعو نوح الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 ذيب إلياس المدعو أبو اسماعيل الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995 بويسري كمال المدعو براهيم القاعدة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996 غضبان عبد الكريم المدعو عباس الخروبي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002 يوسف خالد المدعو القعقاع الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008 سقاط عز الدين المدعو جابر المروكي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 توفي اليوم المخرج السينمائي الجزائري القدير جمال بن ددوش عن عمر ناهز 79 سنة الراحل ترك رصيدا ثريا من الأعمال السينمائية من أشهرها فيلم أرزق البشير الذي أنتجه العام 2007 بوفاته تفقد الساحة الثقافية قامة من قامات السينما الجزائرية جثمان الفقيد يوارث اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة ودرمان بالعاصمة رحم الله الفقيد إن لله وإن إليه أراجعون الآن إلى فقرة الأخبار الدولية في تقديمها جاويدة بادر جاويدة أهلا بك تفضل شكرا لك حليم أهلا بكم مشاهدين إلى الموعد الدولي نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد والبداية بالعنوين مظاهرات منددة بالجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب أغريشي والسنكار لسياسة التضييق على المناظرين الصحراويين في الأراضي المحتلة اعتقال خمسة فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالذفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في حي شيخ جراح بالقدس المحتلة الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده للحوار والدفاع عن نفسها وموسكو تختبر صواريخ حاملة لرؤوس نووية ومجلس الأمن القومي الأمريكي يعقد اجتماعا لبحث الأزمة الأوكرانية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن أهلا بكم من جديد بداية وفي الملف الصحراوي نددت جبهة البوليزاريو بالجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب أغريشي وممارسات سلطات الاحتلال المغربية بحق الصحراويين في الأراضي المحتلة مستنكرة بذلك صمت الأمم المتحدة إزاء هذه الانتهاكات المغربية إيمان بوثلجة والمزيد جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية في حق الصحراويين بالأراضي المحتلة والتي راح ضحيتها هذه المرة المواطن الصحراوي لحبيب أغريشي وهو ما كان محل تنديد وسنكار واسعين خرجت على إثره الجماهير الصحراوية في الأراضي المحتلة في مظاهرات مناهضة للقمع المغربي في حق الصحراويين العزل واغتيال المدنيين الصحراويين دون رقيب وفي صمت رهيب للأمم المتحدة إزاء الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان من جهتها نددت جبهة البوليزاريو بأشد العبارات الممكنة الجريمة البشعة التي تعرض لها المواطن الصحراوي لحبيب أغريشي مستنكرة صمت الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية فيما أدانت اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل تعسفي بشدة جريمة اغتيال المواطن الصحراوي بمدينة الدخلة المحتلة يذكر أن القوات المغربية تراقب العديد من منازل المناظرين والمناظلات وقد قامت بإنزال أمني كثيف لتطويق المنزل الذي نظم فيه النشاط الاجتماعي بغية منع العديد من أعضاء الهيئة الصحراوية المناهضة للاحتلال المغربي من الوصول إليه وفي مقدمتهم رئيستها أمينة حيدر وأثنى المشاركون في هذه المظاهرات على تضحية الأم الصحراوية تقديرا لعطاءاتها الكبيرة التي رافقت المسيرة الكفاحية للشعب الصحراوي رغم المخاطر والجرائم البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ميدانيا نفذت وحدة جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بنقاط متفرقة بقطاعات حوزة والمحبس والبكاري حسب ما ورد في بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية إلى ليبيا حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على المضي في تحقيق الانتخابات الوطنية باعتبارها الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم ولإنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد جاء ذلك في كلمة ألقاها عقيل صالح أمس خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة وفي المشهد الفلسطيني اعتداءات متواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح فيما اعتقل خمسة فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالظفة الغربية صالح قاسي والمزيد اعتقالات متواصلة عبر مختلف المناطق بالظفة الغربية تقدم عليها يوميا قوات الاحتلال الإسرائيلي واستقتحامات ومدهمة لموسطوطنين يهود المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي فيما أغلق الأسرى في ججون الاحتلال الصهيوني كل الأقسام ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجا على الإجراءات التي أقرتها مؤخرا إدارة السجون الإسرائيلية حسب بياني لنادي الأسير الفلسطيني بأن الخطوات التصعيدية للأسرى مستمرة وأن خطوات الأسرى لاحقا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم هذا فيما ندد مجلس الإفتاء الأعلى بفلسطين بتصعيد قوات الاحتلال من وطيرة اعتداءاتها على أهالي حي شيخ جراح في مدينة القدس المحتلة حيث يقدم المستوطنون على ممارسات وانتهاكات بحق الساكنة الفلسطينية وإغلاق شوارع الحي وأزقته والاعتداء على الفلسطينيين العزل ومتلكاتهم على أرضهم وفي تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية اتجاهات مختلفة لقراءة المشهد بين تهدئة وهدنة وتراجع وغزو كل سيناريوهات قائمة فالرئيس الأوكراني أبدى استعداد بلاده للحوار والدفاع عن نفسها في ذل تصاعد حدة التوتر بين روسيا والعواصم الغربية أما موسكو فهي تختبر سواريخ حاملة لرؤوس نووية ومجلس الأمن القومي الأمريكي يعقد اجتماعا يخصص لبحث الأزمة الأوكرانية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن نصير بادر والتفاصيل مع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والعواصم الغربية تجاذبات سياسية وتصريحات توحي سيناريوهات معقدة في فهم الأزمة الأوكرانية حيث أبدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي استعداد بلاده للحوار والدفاع عن نفسها واصفا اتهامات موسكو لكييف بغير المجدية وفي أوج هذه التهديدات غادر الرئيس الأوكراني بلاده مما اعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا غير حكيم وسط كل هذه التوترات فيما تصر واشنطن على أن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية تتقدم وتستعد للهجوم كما تبع الرئيس فلوديمير بوتين من مركز التحكم تدريبات لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ميدانيا قتل جنديان أوكرانيان وأصيب أربعة آخرون في اشتباكات جديدة مع الانفصاليين بإقليم ناباس مع تواصل إجلاء آلاف المدنيين من الإقليم إلى روسيا إلى ذلك سجل مراقبون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أزيد من 1500 خرق للهدنة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة شرق أوكرانيا وهو رقم قياسي منذ بداية التصعيد واحتدام الصراع بين الشرق والغرب على الساحة الأوكرانية يمكن أن يحمل في طياته خرقات قد تضفي إلى مواجهة حقيقية في ظل وصول المزيد من الحشود العسكرية إلى المنطقة وفي تطورات الملف النووي الإيراني أكد الرئيس إبراهيم رئيسي في مكالمة هاتفية مع نظره الفرنسي أمس أن أي اتفاق في مفاوضات فيينا يجب أن يمر عبر إلغاء الحظر عن بلاده وتقديم ضمانات وإنهاء القضايا بعيداً عما وصفه بالمزاعم السياسية التي من شأنها تقويض فرص التوصل إلى اتفاق تختتم اليوم الألعاب الأولمبية الشتوية والتي تنظمها الصين تحت شعار عالم واحد بلد واحد وذلك بمشاركة قرابة ثلاثة آلاف رياضي من إحدى وتسعين دولة هذا وتنافس الرياضيون على مدار أزيد من أسبوعين على افتكاك مائة وتسع ميداليات في سبع رياضات وخمسة عشر تخصصاً وسط بروتوكول صحي صارم وبحضور محتشم للجمهور بسبب جائحة كورونا وبصور أولمبياد بكين نصل إلى ختام أخبارنا الدولية لنهار اليوم شكراً على كرام الإصغاء والمتابعة عودة إليك حليل شكراً لك جاويدا إذن بهذا نصل لختام موعدنا الإخباري شكراً لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة